بسم الله وأو صلي وأو سلم يا رسول الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم شاء الله تلك موحة القراتان بطاطا بالجبن بسم الله ما شاء الله جاء ضوقه ولا أروع صدقوني ضوق ما شاء الله هادي الكمية كفية 8 أشخاص قراتان صدقوني ما شاء الله تقدروا تجربوه احنا دي الأيام راي باردة شوية نقدروا نشعلوا فرن إذا نحيبا كما نعرف كل في أي وصفة فيها مقادير وفيها كيف التحضير نروحوا شوفوا بعضنا كيف التحضير والمقادير نروحوا نشوفوا يالله روحوا نشوفوا يالله نروحوا إذا نحيبا هنا فقط يعني دايما دايما نطلب منكم أنكم بتنسوش الإعجاب نروحوا على بركة الله هنا أنا عندي زوج كيلو بطاطا أنتم حسب عدد أفراد العسرة يعني إذا عندكم في البيت يعني عدد كبير تقدروا طيبوا عدد كبير بطاطا وإذا عندكم عدد صغير تقدروا طيبوا كمية صغيرة أنا هنا جب أن تذكيروا بطاطا قسلتها مليح وقشتهم كما كم تشوفوا ونحطها في الماء بعد ذلك راح نقصمهم أو نقطعهم إلى دوائر دوائر بسمك تقريب رقيق يعني العملية سهلة وأنا هنا تصوير تاعي هذا ما هوش تصوير باش أني نعطي لكم كيفية قشرة بطاطا وإنما باش نقدر نحكي معاكم فقط هكذا بعد ما كملت قشرة البطاطا أمسحت طويلة العمل وجبت سكينة وبدأت نقص فيها على السمك هذا تقريب مرقيقة شوية باش يعني ما تطولش طياب وطيب يعني تمتم هذي بطاطا نقصها كامل دوائر كما كما تشوفوا وراح نحطها في سينية وندخلها الفرن وقبل ما ندخلها الفرن كأن بعض المكونات حين نضيفهم وراح تشوفوا في الصورة هنا وحتشوفوا كيفية نبدأ نجيبوا بلاتيانا أو سينية أو سينية زجاجية نجيبوا كمية من مارغارين أو زبدة ونبدأ نطلي بها كاملة في هذه السينية هنحطها مع الحواف في الوسط نحواشي كامل وراح نزيد نقطع كمية مارغارين هكذا نخلها قطعة صغار في السينية هكذا ونكملها كاملة ونجيبوا قطعة مارغارين نحطها في الوسط كما قلتلكم سابقا هكذا شوفوا رح تزيد تعطينا بنا ما شاء الله ولي عندهم زبدة يقدروا يحطوا الزبدة نجيب لك البطاطا اللي كنا قصيناها دوائر حطيناها في السينية يعني أقدر ونعمل العملية بحركة هذه وراح نضيف لها كمية زبدة مفوق وراح نضيف لها الجبن والملح والفلفل أسود فقط فقط يعني من التوابل نحطوا إلا الملح والفلفل أسود وجيب النتاحة خيالية جي ما شاء الله ما شاء الله هنقدر الفلفل لكحل وراح نضيف كمية من الملح الملح حسب الضوق تقدروا أنتم تحطوا الملح وتحركوا البطاطا كامل بيدكم ونبعث الضوق بلسانكم هكذا ونحركها كاملة بشي دخل هذا الملح كامل في الفلفل أسود في كل حبات وقطاعة البطاطا نحركها كاملة هكذا كما كم تشوفوا وراح نضيف كمية جبن جبن قطع متلت هذا باشكيري ولا شيزي وأي جبن عندكم في البيت أنا عندي شيزي هذا نفتح الحبات الفرماج ونحطهم في سينية يعطينا ضوق ولا أرواح صدقون يضوق ما شاء الله درناها وجبة عاشها الله يبارك تكلت كاملة 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 هذه الوصفة مطلب وقت كبير مطلب وقفة كبيرة في المطبخ نقشر بطاطا نغسلها ونقطعها قطع دوائر هكذا ونحطوها في السينية وندخلوها في الفرن يعني حاجة سهلة مش هنبقاو ان نخلط ونحركو لا رح نبقاو يعني لحظات قليلة وهنا الجبن قطعت وقطع صغار ونحط ونزرب كامل على السينية ورح نجيب الماء ساخن ونصب الماء ساخن تيائي هكذا فوق بطاطا والماء هذا يعني يوصل حتى البطاطا ونحبس نخليش الماء يسبح فوق البطاطا لا نديرو قد قد يعني قد البطاطا وندخلها للفرن على 220 درجة مئوية نخليها الطيب شوية تنشف ونحضر هنا الحليب سنجيب اوزكيسان حليب ونجيب هلبة كرام فراش والتي لا لدينا كرام فراش يعني يستغنى عنها سنضيف الملح ونضيف البيض هنا كملت في كرام فراش وضعت الملح دائما حسب الضوغ ونجيب البيض ونكسر البيض ملح والملح والقشدة او كرام فراش نكمل ونجيب المكسر سنمكسوهم كاملين ونجيب المكسر يستطيع مكسوهم بالفوي فقط يعني يحرك مليئ حتى تتمسج كل المكونات مع بعض ونحبز المكسر 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 تقريب ونحط الخريط كامل هنا فوق البطاطا تعطينا ضوغ روعة تعطينا طراء ومشاء الله بسم الله ما شاء الله رح نكمل نكمل هذه كاملة نحط هنا كامل 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 في الصينية ونرجحها للفرن حوالي عشر دقائق أو ربوعة ساعة ونشعلها من فوق هذه مرة مش من أسفل نشعلها من فوق حتى تخذ حمرار شوية من فوق ونخرجها هنا نجيب سباتيل ونقصها ونجيب طبق ونحط فيها هذه البطاطا أو صدقوني يا أمهات يا أخوات يا بنات ننصحكم بالقراطا هذا اللي جاء ولا أروع صدقوني ما شاء الله يعني هذا للوجبة قلت عشات 8 أشخاص يعني منهم طفلين و6 بالغين جاءت ولا أروع وكفاتنا كامل جاءت جد إن شاء الله أنكم تجربوا هذه وصفة وراح تدعو تعجبكم ما شاء الله ما شاء الله إذا نحيبائي ما بقى إذا نقولكم رب يبارك فيكم ويرب يحفظكم إن شاء الله تمانيت لكم بالتوفيق ولا تنسونا من الإعجاب دايما نوصيكم مع الإعجاب 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 حتى ينتشار الفيديو في اليوتيوب وهذا فضل من ربي عز وجل إنكم الدعموا في وإنكم معي دايما هنا بجنبي رب يحفظكم ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة قادمة إن شاء الله شوفوا أني الوصفة إن شاء الله شوفوا البططة طرية جتوى العراء سلام عليكم يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يقر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور فإذا بالكسر يجوار قادر على ما لا يقدر لما تصير برا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب